نجح تطبيق بينفت بي بتقديم باقة متكابلة من خدمات التحويل المالي الإلكتروني وحلول الدفع في منصة واحدة لإنجاز مختلف المعاملات المالية نعم وخلال الأعياد يشهد التطبيق نشاطاً لافتاً من قبل المواطنين والمقيمين الذين يستفيدون من خدماته لتقديم العياد من العادات والتقاليد والحداثة والتطور يفوز تطبيق البنفت بي لدى المواطنين والمقيمين على اعتبار أنه التطبيق الأكثر استخداماً في أيام العيد لتحويل العياد فبالرغم من جمال الأوراق النقدية الجديدة إلا أن إشعارات هذا التطبيق ما انتصل إلى المستلم حتى ترسم الابتسامة على محياة فترات العياد والمناسبات في زيادة على الاستخدام بسبب تقبل الناس أو تغيير فكر الناس من استخدام العملات الوراقية لخدمات التحويل الإلكترونية تركز جهولتها وضمان وصولها حق الشخص طبعاً نحن كلنا نعرف أن الهالة يستنسون بالكاش بس أننا نكون أضمن وصار هذا الشيء دارج عندنا الكل أننا يحولون لهم ومن نسبة حتى اليوم ما شاء الله في البنوك أما يسبحون فتح حسابات حق الأعمارهم أقل من 18 فهذا يساعد أن حتى الجيل من 12 سنة ورايح يتقبل وكان دائماً يطلب استخدام بنفت بي لاستقبال الأموال واستخدامها للدفع والتحويلات بنفت بي تطبيق إلكتروني شامل ومحفز لمحبي التداول المالي من خلال المعاملات الإلكترونية مما سهل عملية توزيع العياد في أي مكان فساهم في إثراء أوقات المستخدمين صغاراً كانوا أم كباراً باختصار المسافات شوف أغبال كثير على التحويلات واستخدام التطبيق خلال العيد خاصة في الأول يومين ثلاثة بما أنه أكثر يومين فيهم العيادة توزع وما إلى ذلك بين 20-30% زيادة في الاستخدام مقارنة بالأيام العادية خاصة في أول يومين ثلاثة يوم العيد العيدية الإلكترونية الرقمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ وعادة جميلة لها نصيب كبير في إسعاد الآخرين جهود متواصلة وعمل دؤوب تقوم عليه شركة بنفت في هذه الأيام المباركة بهدف تعزيز خدمات تطبيق بنفت بي ما يمنح المستخدمين تجربة مثالية لإجراء مختلف المدفوعات والتحويلات المالية الإلكترونية ومن أبرزها العيادة والتي تخطط حاجز المكان لتكون سبيلاً لإسعاد الآخرين في أي مكان وزمان خبلاً لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين